الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المعروف برجال الكشي وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 575 رقم الحديث 1088 إنها رسالة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه موجهة لإسحاق بن إسماعيل الرسالة طويلة تبدأ في صفحة 575 وتستمر في صفحة 576 والخطاب موجه للشيعة فأين يتاه بكم بالضبط إنها الكلمات التي قرأتها عليكم قبل قليل من نهج البلاغة كلمات الأمير في خطبته السابعة والثمانين التي قرأت عليكم جانبا منها قبل قليل فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون إلى آخر ما جاء في كلام إمامنا العسكري صلوات الله عليه إلى أن يقول في صفحة 577 ولولا ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم هذا الخطاب يوجه للذين وصلوا إلى النقطة التي أتحدث عنها وإلا فإن الذين ما وصلوا إلى تلك النقطة فهم كالأنعام خاطبهم قبل قليل فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون هؤلاء هم البهائم البهائم هؤلاء هم الأباعر الأباعر بالفهم الذي حدثتكم عنه قبل قليل إنها صور منتزعة وليس الحديث عن حديقة للحيوانات ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا لكنتم حيارا كالبهائم إذا أردنا أن نتخلص من هذه البهيمية علينا أن نعود إلى المعرفة الصحيحة أعود بكم إلى الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الحديث عن إنسانية وعن بهيمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمعرفة والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده فماذا سيكون لخرجوا لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلولا محمد وآل محمد لكنا حيارا كالبهائم إنني أتحدث عن الحيرة في فناء الحكمة والهداية لا أتحدث عن حيرة في أمر من أمور الدنيا فنحن ما شاء الله حكما في أمور الدنيا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر في وصيته يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقا في دينهم عقلاء في دنياهم تلك هي الحقيقة التي كان الناس عليها ولا زلنا عليها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر